حيث تفقد رئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم الكلية الحربية وذلك في إطار حرصه على متبعة برامج تدريب وتأهيل طلبة الكلية حيث تفقد مراحل الإعداد البدني والمهاري المختلفة لطلبة الكلية وأشهد رئيس السيسي بما لمسه من قدرات وكفاءة عالية للطلبة وجهدهم للوصول إلى أعلى درجات الاستعداد خلال فترة إعدادهم بالكلية طالبا بالاستمرار بهذا النهج للحفاظ على لياقتهم واستعدادهم البدني والذهني المرتفع وتحلي بالقيم العسكرية الرفيعة والنبيلة كما أشهد رئيس السيسي خلال حوار مفتوح مع طلبة الجدد بنتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى فرنسا وما عكسته من تفاهم وتنسيق مشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة كما استعرض الرئيس السيسي أسلوب إدارة الدولة لأزمة كورونا مشيرا إلى وصول أول شحنة من اللقاحات من دولة الإمارات العربية الشقيقة ووجه الشكر لها